يا جماعة أعظوك أنا راني في حلم ولا في علم الجماعة تعالى تعالى هدام هي بداية الدور ما نعارفين حابين يشدوا العصام النص ما نفاهمين شنا نحابين يديروا ولك شافوا الناس ظهرت عليهم ولا وحابين يحكموا العصام النص كملوا الفيديو وشوفوا يا جماعة والله العظيم عبك سرنا في الجزائر الآن يا أنت مع بالماضي يا أنت ضد بالماضي الجماعة التي تدافع عن بالماضي وتقدسه لا تسمح لك أبدا بالحديث عن بالماضي والجماعة الأخرى التي شيطنت بالماضي وأسقطته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين لا تريد أن تعترف بإنجازتها أنا أعتقد بأن هؤلاء خاطئون وهؤلاء خاطئون وعندما أقول خاطئ يعني فرق بين خاطئ ومخطئ مخطئ هو الذي لا يتعمد الخطئ بينما الخاطئ هو الذي يتعمد الخطئ جماعة تصفية الحسابات التي تحاول شيطانة المدرب الوطني وتحاول نزع الإنجازات التي حققها ليس هكذا وليس بهذه الطريقة تدار الأمور والجماعة الأخرى جماعة التقديس التي ترى فيه أب الكرة الجزائرية والمدرب الخارق الذي لم يأتي مثله والتي لم تلد الجزائر أيضا يا جماعة يبقى بالماضي مدرب مرة على المنتخب الوطني الجزائري لديه إيجابيات ولديه سلبيات وعندما تريد أن تكون الآن في المنطقة الوسطى وتريد أن تتحدث بهدوء وبروية وتقول يا جماعة المدرب جمال بالماضي مدرب نحترمه ومدرب كبير وجلب للجزائر كأس أمم إفريقيا وجلبه لهذه الكأس هو فوق رؤوسنا ومدرب وصل إلى 35 مباراة دون خسارة سلسلة محترمة جدا وضعت الجزائر بين أقوى الدول في كرة القدم يعني ما للرجل للرجل هذه الإنجازات حققها ويجب أن نعترف بها ويجب أن نشكره عليها لكن بعد ذلك الرجل أخفق في بطولات مصيرية أخفق في كأس أمم إفريقيا في 2022 أخفق في تأول نهاية كأس العالم وأخفق الآن في 2024 وأقصي من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا وخسر أمام موريطانيا عندما كانت تنقصه نقيطة واحدة فقط للتأهل حان وقت الرحيل الآن وصل إلى نقطة النهاية وحان وقت رحيلها أين المشكل؟ يعني لماذا نشيطن الناخب الوطني ولماذا نقدسه؟ لماذا لا نكون أمة وسطة؟ لماذا لا نتحدث عنه بخير في الفترة التي أهدى لنا فيها كأس أمم إفريقيا ووصل إلى 35 مباراة ونقول شكرا وكنت مدربا رائعا ويعطيك صحة وبرك الله فيك والآن نقول بأنك فشلت في هذه التحديات والفاف اختارت أن تفك العقد معك عليك أيضا أن تعتذل الجماهير الجزائرية التي ساندتك في وقت مضى وأن تحمل حقائبك وترحل في هدوء وتترك أثرا طيبا يعني لا أدري يا عمار لماذا لا نكون أمة وسطة والآن لما تأتي إلى الوسطية وتتحدث بهذه الطريقة لن راضون عن بالماضي يقولون لك نعطيك صحة معك حق ولا الذين يعني يسيئون لجمال بالماضي سيرضون عنه يعني ستصبح منبوذا من الطرفين الجماعة هذه تقولك لا أنتارك مع الجماعة هذه والجماعة هذه تقولك لا أنتارك مع الجمال لا نحن مع المنتخب الوطني الجزائري ومع مصلحة المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب لا يزور بزوال الرجال يذهب بالماضي ويأتي مدرب آخر ويذهب ذاك المدرب ويأتي بعده مدرب آخر أول هدرة هذه وراها كاين سر هذه الهدرة مستحيل مش ما فيني هدروا هدرهم أموال فين حاكمين جيها واحدة ويما نشروا هذه الهدرة أنا ما أمنتها شذي يهدرها كنظيم الزمكي تلاش الحل شكرا